ده فتح من أغسطس قبله كان فيه حاجات مشابهة حتى من باب المدربات من باب كذا وكذا احنا على طول المصريين حتى تعودوا بدأت يبقى جزء من النكت والهزارة بنتكلم عليه بتيجي رسال كتيرة جدا بتيجي مواقع يمكن بتبان شكلها بنتكلم على الابليكيشن بنتكلم على كل الأشكال الخاصة بيها الاحتيال أو النصب الإلكتروني يا إما رسالة بتقول حياتك بياناتك محتاجة تحدث وحيبدأ ياخد بياناتك الشخصية ويعمل بيها سرقة للبيانات دي وبالتالي سرقة للحسابات ممكن يبدأ يقول لحضرتك انت كسبتي معانا جايزة قيمة جدا بس حياتك محتاجة تقولي أو تدفعي 100 جنيه عشان تحصلي عليها و100 جنيه دي حتجر أموال تانية وهكذا فضلا عن الاستثمار الوهمي في التكنولوجيا اللي يمكن ناس كتير ما يعرفوش عنها زي انت حتستثمر في البلوكتشين وها مش فاهم يعني ايه بلوكتشين صحية وما فيوش تستثمر بمناسبة انت حتستثمر في العملات الرقمية والمشفرة فالناس بتبدأ تجري وراء التكنولوجيا بتسمع بره في الغرب انها بتدر أموال والاستثمرات طائلة ولكن دون علم ودون دراية بينجروا وراء نصبين للأسف بيبقوا غير صادقين في ده وبالتالي بينصبوا عليهم تعدين بيتكاين شموان سحمد محدش فكر يبحث يعني ايه تعدين البيتكاين طيب الحقيقة خلينا ابدأ بس من أول النقطة ان موضوع التعدين او موضوع المواقع دي موجودة من 2016 بدأت في 2016 بس مش الموقع ده تحديدا في مواقع تانية مشابهة لها كتير جدا على أرض الواقع من 2016 المواقع دي بتشمل حاجة اسمها تعدين سحابي تعدين سحابي يعني ايه تعدين الأول عشان برضو نفهم السادة مشاهدين أنا في بداية كلامي أحب أقول لسادة مشاهدين أن التداول في العملات الرقمية أو التعدين ده ممنوع هنا في مصر ومحدش يدخل فيها تماما لأن حتى لو مش نصب هي نصباية بتتعمل عليك فيها دي أول حاجة البداية بقى نبدأ من موضوع التعدين التعدين دي هي فك خوارزميات عن طريق البلوكتشين وعن طريق الألات الكبيرة زي كمبيوترات بمميزات معينة تستهل الكهرابة قوية جدا ولازم يكون في مكان تبريد جامد قوي يعني دول تكون بتسمح يعني درجة حرارتها كويسة وبتسمح بالكهرابة المستهلكة بشكل لحظي لأنه لو ما فيش كهرابة الأجهزة دي كلها هتقف وفي نفس الوقت بتفك خوارزميات كبيرة عشان تنتج العملات الرقمية اللي هي البيتكوين والإيثيريوم والعملات الرقمية اللي هي أكتر من ألفين عملة الموضوع أنت ابتدت أكتر من ألفين عملة أكتير موضوع ابتدت من ساعتها أن فكرة أن التعدين دي حصلت لأنه في عملات كتيرة حقيقية وعملات وهمية عملة هاك دي هي البداية شركة عاملين نفسهم شركة برا في دول أوروبية عملوا حاجة اسمها نازك نازك دي حاجة وهمية أو شركة وهمية تحت مسمى هاك بول مكرافين مكراف أمريكا أمريكا